أردو هبدأ بقي الخبر المهم والأبرز أن وزارة التموين بدأت في إعادة النظر في الطلبات المقدمة من المتظلمين على حسفهم من البطاقات التموينية وطبعا دكتور علم صلحي وزير التموين أكد أنه بدءا من الأسبوع اللي جاي مش هيكون في كلام تاني عن حسف أي مواطن من منظومة الدعم وأكد الوزير أن كل ما لديه حق في منظومة الدعم لن يتأخر في صرف جميع السلعة التموينية وأنه لن يتم منع أحد في الطبقة المتوسطة أو فوق المتوسطة من حقه في بطاقة الدعم التمويني وطبعا الرئيس السيسي كان أكد من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك بأنه بيتفهم موقف المواطنين اللي تأثروا بتنقية البطاقات التموينية وحزف بعض المستحقين منها وكمان أكد الرئيس أنه بيتابع الإجراءات بنفسه وأن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطة ترجمة نانسي قنقر